تقول يعني إذا كانت المرأة تحب زوجها وهو مقصر في الدين هل تحشر معه أو كل يحاسب على نفسه أم أحمد بارك الله فيك بالنسبة للحساب يوم القيامة كل إنسان يحاسب لوحده كل إنسان يحاسب لوحده ولذلك قال جل وعلا ولا تجر وازرة وزر أخرى يقول جل وعلا ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تضلم نفس شيئا فلا تضلم نفس شيئا فالإنسان لا يؤخذ بجريرة الآخر أنت الآن تحب زوجك وقائمة بحقوقه ومقصر معك أنت لا تأخذين تؤخذين بجريرته أو بخطائه أنت لك الأجر والثواب وهو له الأجر والثواب على قدر عمله الذي يعمل الصالح وعليه الوزر والعقاب على قدر تقصيره بالواجبات إذا كان ما هناك ما يمنع من القيامة بالواجب قضية أن الناس يحشرون يوم القيامة يعني المقصر يحشر مع المطيع الذي في الدرجات هذه أمرها إلى الله عز وجل في نصوص عامة يقول الله جل وعلا الذين آم يقول جل وعلا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني الله عز وجل قد يكرم بعض أهل الجنة بأن يرفع درجة المقصرين الذين في الدرجات الدنيا من الجنة يرفعهم بشفاعة هؤلاء فأسأل الله عز وجل أن يجمعك به على خير اشتركوا في القناة